موسيقى هذه هي شاشة تلفزيون الكويت اللي نحاول دايما من خلالها نقطف من كل بستان من زهرة علشان شذي اليوم ينورنا الأستاذ قيس السندي أهلا مرحبا فيك في الكويت ونورتنا في الكويت خصوصا من خلال مشاركتك في مهرجان القرين الثقافي أهلا ونسهلا بكم أستاذ قيس بالحديث عن مهرجان القرين الثقافي قررت بدعوة من المجلس الوطني لثقافة والفنون والعداب أنك تشارك بلوحات مميزة يمكن أنا خذيت لفها قبل ما توصل حضرتك وتحديدا لفتني لوحة الحوار الصامت علشان شذي قررنا اليوم أن نوقف عندها ونجري هذا الحوار أشكتر مهمة المشاركة في مهرجان مثل مهرجان القرين الثقافي الحقيقة في البداية أود أن نشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والعداب ليعطي هذا الشرف في المشاركة في مهرجان القرين الثامن عشر من خلال معرض شخصي أسميت المعرض المصالحة مع الذات من خلال 39 لوحة حاولت أن أعبر عن قضية مهمة وجوهرية جدا هي كيفية الالتقاء بالذات بعد البحث عنها طويلا الأجواء الموجودة في اللوحات هي أجواء تعبيرية تحاول الشخص الموجودة في هذه اللوحة أن توصل رسالة وهي بأن قضية الاتحاد مع الذات أو الاتحاد مع النفس البشرية هي أول خطة من أجل تحقيق السلام طيب أستاذ قيس يمكن لما نتكلم عن مشاركة حضرتك في المعارض هل تعتبر الكويت بلد خصبة في الفنانين وهي نوع من أنواع استقطاب الفنانين المتعلقين بالفنون التشكيلية؟ الحقيقة كان أنا حلمي أن أزور الكويت منذ زمن طويل هذه هي أول زيارة إلي للكويت أنا زرت أغلب دول الخليج بس الكويت ما كان صار فرصة فلما صارت هذه الفرصة وأيضا الفرصة هي اقترنت بعمل معرض شخصي وجدتها فت فرصة نادرة وأيضا فرصة فنية قدر أعتبرها وجدت بين الأجواء الموجودة في الكويت هي أجواء ثقافية وأجواء فنية معبرة جدا حيث يحرص الأخوة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب على أن يرعون هذه الجهود الفنية أو أن يرعون المبدعين الفنيين والمثقفين بشكل عام ويرسخون الأصل الفني الموجود فيهم وهذا أيضا ما وجدت في المجالات الأخرى كالمسرح وأيضا في السينما من خلال حضوري إلى بعض الفعاليات والنشاطات التي وقيمت على مدار المهرجان القريني لحد اليوم تابعت هذه الأنشطة وشنو اللي لفتك منها؟ الحقيقة البارحة مثلا على سبيل المثال حضرنا عرض فيلم تورابورا للنجم سعد فرج والمخرج وليد العواضي كانت فرصة نادرة وأنا سمعت عن هذا الفيلم الكثير فلما حضرت بأن أشاهد هذا العرض مع وجود الكبار كانت تجربة نادرة جدا وإذا كانت تعبر عن شيء فأنها تعبر عن كيفية احتضان الكويت لهذه المواهب بحيث يطلقون أعمال فنية تصل إلى حد العالمية وأنها هي عالمية حقيقة على كل حال كل شيء نتمنى هو السعادة لك وإقامة سعيدة في الكويت الأستاذ والفنان قيس السندي نورتنا في الكويت وإن شاء الله يكون اليوم انطلاقة لمعرض مميز يشد الانتباه من قبل كل الحضور والموجودين كل الشكر لك وأسعلك على القوة دائما شكرا لك وشكرا لتلفزيون دولة الكويت موسيقى موسيقى وعدناكم بحلقة مميزة اليوم راح تكون مختلفة خصوصا أنه يتعلق طابعها بالفنون التشكيلية عشان شيء يسعدنا أن يكون معنا مدير إدارة الفنون التشكيلية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأستاذ محمد العسوسي أهلا مرحبا فيك ويانا بصالح مساكم الله بالخير سعيد باللقاء معكم مجددا ضمن رسالة مهرجان القرين الثقافي في دورة الثامن عشر أستاذ محمد وين هالغيبة صار لكم يومين غاطين عننا استراحة محاربها نحن يعني يومين بقياسا بعمر المهرجان تعتبر ولا شيء لكن نحن حريصين دايما نطلع على جمهورنا الكريم بكل ما هو جديد الحقيقة وكل ما هو يخدم الثقافة والفنون في هذا المهرجان الممتاز نطل اليوم من خلال معرض للفنان التشكيلي الأستاذ قيس السندي وهو فنان ذاع الصيد الحقيقة قادم من الولايات المتحدة الأمريكية بخطاب تشكيلي جديد يطل من خلال على الجمهور الكريم بباقة من اللوحات تتميز بعفوية ريشة الفنان واللي يطرح من خلالها يمكن قضية في باله حاب أنه يشرك مع جمهوره من خلال هذا المعرض أستاذ محمد يعني يمكن في أول نشاط لإدارة الفنون التشكيلي خلال مهرجان القرين كان نوع من أنواع الخطوط اليوم ننتقل إلى الفنون التشكيلي المتعلقة بالرسم واللوحات شنو القادم وشنو راح يكون عندنا احنا طبعا سعداء بأننا نقدم من خلال هذا المهرجان أربع معارض تشكيلية كان أولها الفنان وليد الفرهود اللي يتميز بالخط العربي تحت عنوان وطن الشعراء واللي يخص كل لوحة تشكيلية لشاعر من شعراء لكويت الرواد محطتنا الثانية راح تكون مع الفنان قيس السندي ليعرض مجموعة من الشخص في لوحاته واللي تعبر عن مدرسة فنية مختلفة تماما محطتنا الثالثة راح تكون مع الفنان الجورجي ليفان لاجزي وهو فنان جورجي يعني أيضا من الفنانين ضائع السيت ليقدم تجريدية كمدرسة مختلفة تماما المحطة الأخيرة ستكون مع معارض لقرين الشامل للفنون التشكيلية والذي سيشارك فيه أكثر من مائة فنان كويتي يتسابقون على جائزة عيسى صقر الإبداعية واللي نتمنى الحقيقة أن يكون الحظ حليف الفنانين جميعا ولكن في ختام هذا المعرض ستمنح الجائزة لعشرة فنانين بمختلف المدارس الفنية هذه وجبتنا التشكيلية لهذا العام نتمنى الحقيقة أن تحوز على رضا جمهورنا وأن يتواصل معها الجمهور في خدمة الوعي التشكيلي والارتقافي من خلال هذا المهرجان على كل حال نحن نوعدك ونوعد المشاهدين أن اللقاء نالياي رح يكون مع الفنان الجورجي لفان ورح يكون أيضا مع حضرتك كل الشكر لك وعساك على القوادان هذا من دواعي سرورنا وشكرا لكم مجددا اشتركوا في القناة